يواصل ميران العمل على حسم صفقة النجم المغربي حكيم زياش لعب شيلسي خلال المركات الصيفي الجاري بحسب تقرير صحفي حيث يسعى لضمه على سبيل الإعارة وفي هذا الصدد كتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه على تويتر ميران على اتصار مباشر مع جيلسي بشأن صفقة حكيم زياش منذ الأسبوع الماضي وأضاف رومانو ميران واتق من أن زياش منفتح تماما على الاندمام إليه ويتفاوض الناديان الآن حول صيغة الصفقة وحاول ميران ضم زياش خلال الصيف الماضي لتعويض رحيل هاكان لكنه لم يصل إلى اتفاق مع البلوز يذكر أن ميران توجب لقب الدور الإيطالي في الموسم المنصرم لأول مرة منذ 11 عاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر